السلام عليكم ورحمة الله لقد سامت الأمطار الأخيرة في امتلاء سدو تونس وخاصة السد سدي سالم وهو الأكبر في تونس حيث يحتوي اليوم على أكثر من 124 مليون متر منكعب بنسبة الامتلاء تجاوزت 35% منذ شهر الأرقام كانت 97 مليون أي ما يقارب 16.7% فقط يعني أن المخزون تضاعف المخزون اليوم تقريبا نفس مخزون السنة الماضية مثل هذه الفترة نسبة امتلاء جميلة للسدود التونسية اليوم جواء 2023 يساوي 36% في مخزون يساوي حوالي 836 مليون متر مكعب الحمد لله على الأرقام منذ شهر كانت 678 مليون متر مكعب 29% أي نسبة امتلاء سدود الشمال كانت على ما تقارب 42% نضيف إليها ما استهلكناه خلال الشهر الأخير بمعدل حوالي زوج فاصل 5 مليون متر مكعب يوميا مجموع إرادة السدود التونسية من بداية ماي إلى اليوم تساوي 236 مليون متر مكعب منها 155 مليون خلال ماي 81 مليون خلال 10 أيام الأولى من جوا وهو ما يساوي أكثر من مئة يوم استهلاكاً المياه ما زالت تجربة منسوب أقل من الأيام الماضية العمطار الأخرى من توقع الأسبوع القادم بين الثلاثة والخميس والأيام كلها والشمال تونس والجزائر وربما ثم يرتفع أكثر المنسوبة الأودية ويتواصل تعسن الوضعيات السدود منذ أسبوع قليلة صور سيدي سالم كانت مختلفة والآن تغيرت بعد ارتفاع الملحوظ لمستوى المياه السدنة وقد وصلت نسبة امتلاء السدود بتونس حسب آخر تحديث لوزارة الفلاحة والموارد المائية بتاريخ جواء 2023 إلى نسبة 36.1% في مخزون إجمالي يناهز 838.5 مليون متر مكعب مقابل مخزون إجمالي يساوي 1091.7 مليون متر مكعب في نفس فترة من السنة 2022 ونسبة امتلاء سدود الشمال بلغت 42.1% بتعبئة عادل 760.5 مليون متر مكعب مقابل 993.1 مليون متر مكعب سنة 2022 أما نسبة السدود الوسط فقد بلغت نسبة امتلائها 16% بتعبئة تناهز 72.3 مليون متر مكعب وفيما يتعلق بنسبة امتلاء سدود بالوطن فقد بلغت 9.2% بتعبئة عادل 5.7 مليون متر مكعب مقابل تعبئة بـ 15.4 مليون متر مكعب سنة 2022 بلغت نفسهين